فقد نحو 1300 عامل نيبالي وظائفهم في قطر بعد انهيار الشركة التي كانوا يعملون فيها ضمن أعمال استضافة مونديال 2022 وكشفت وسائل إعلام نيبالية أن 300 امرأة بين هؤلاء العمال الذين يقيمون منذ فصلهم من أعمالهم في مخيمات منفصلة تسودها أوضاع بائسة بالدوحة كما أكدت بعض الصحف النيبالية أن العمال هم جزءا من قرابة 2500 عامل فصلتهم الشركة القطرية في وقت سابق مشيرة إلى أن العمال الآخرون ينتمون إلى دول مثل الفلبين وبنجلاديش وسيريلانكا بجانب بعض الدول الإفريقية